اهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثالث من هذه الامسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق دكتور مثنى حارث الضاري عبر الاقمار الاصطناعية من العاصمة الاردنية عمان مرحبا بكم معنا فضيلة الامين العام في الجزء الثالث من هذه الامسية اهلا ومرحبا حياكم الله اخي ماجد اهلا وسهلا دكتور بالعودة الى الظروف التاريخية التي رافقت تأسيس هيئة علماء المسلمين عام 2003 والجهود التي سبقت العام 2003 وكنت قد تطرقت الى هذه الجهود والظروف في الجزء الثاني من هذه الامسية الرمضانية كانت هناك جهود سبقت تأسيس الهيئة وسبقت ايضا وقوع الغزو الامريكي عام 2003 واثمر عن كيان ايضا شرعي فقهي كانت هيئة علماء المسلمين فيما بعد امتدادا له او مكملا له هل من الممكن ان تقدم لنا ايجاز عن هذه الجهود وعن هذا الكيان الذي ولده واكملت مسير تلهيئة بسم الله الرحمن الرحيم نعم في منتصف العام 2002 قبل احتلال العراق بسنة تقريبا تصاعدت الحملة ضد العراق وبدأت المؤتمرات الخارجية ولا سيما مؤتمر لندن ثم مؤتمر صلاح الدين قبل الاحتلال بقليل والصحافة الغربية تحدثت كثيرا والصحافة العربية والعالم كله كان يعيش على انتظار هذه اللحظة والمظاهرات المليونية التي عمت كثيرا من العواصم في العالم ضد غزو العراق واحتلاله كل هذه الظروف كانت مهيئة تماما لتبلور آراء كثيرة لعلماء الأمة فصدرت بيانات من كثير من العلماء ينددون بنية الولايات المتحدة الأمريكية غزو العراق واحتلاله وبيان المخاطر المترتبة على ذلك بل صدرت فتاوى عديدة من علماء في المشرق والمغرب من العربي وغير العرب تحث على الوقوف إلى جنب العراقيين بل منها من كان صريحا ودعا إلى الجهاد ومقاومة الاحتلال بناء على أن هناك غزو لبلد مسلم في هذه الأثناء تحرك بعض علماء الشريعة من العراقيين خارج العراق والأسيما من كانوا يعملون في دولة الإمارات العربية المتحدة وبدأوا بالتشاور فيما بينهم بضرورة بيان موقف مرحد لعلماء العراق فإذا كانوا علماء العراق في الداخل في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يجهروا برأيهم بوضوح وبصراحة وأن يناقشوه من جميع الجوانب الإيجابية والسلبية بحكم الظروف المحيطة بهم في العراق في ذلك الوقت فإن علماء الخارج كان لديهم فسحة أكبر للتحرك في هذا المجال وقد عقدت عدة لقاءات داخل العراق بالمناسبة لكثير من العلماء وطلبة العلم الشرعي هذه اللقاءات كانت أيضا تستقرأ الأحداث وماذا سيحصل وماذا سيكون موقف العلماء وطلبة العلم الشرعي من هذا الموضوع وما هو العمل الذي ينبغي يقوم به في تلك اللحظة رأيهم كان موحدا ضد الغزو والاحتلال ولكن كانوا يبحثون الطريقة وعقدت لقاءات عدة في مدن كثيرة أذكر أنه أنا حضر ثلاثة لقاءات منها لقائين في بغداد ولقاء في الفلوجة على هذه اللقاءات بدأت التواصلات مع العلماء في الخارج فعقدت لقاءات أيضا عديدة كما قلت في الإمارات وفي بلدان أخرى ثم تمخذ الرأي أخيرا عن ضرورة إصدار فتوى واضحة وصريحة فإذا كان علماء الأمة قد قاموا بواجبهم فمن باب أولى أن يقوم علماء العراق بواجبهم وهنا قدحت هذه الفكرة وتم الاتفاق عليها مبدئيا بين الشيخين حارث الضاري رحمه الله وشيخ الدكتور رحمة حسن الطه وبعض تلامذتهم في دولة الإمارات ثم تواصلوا مع زملاء لهم وتلاميذ لهم في قطر وفي اليمن وفي أماكن أخرى واستقر الرأي أخيرا على إصدار الفتوى الشرعية المشهور التي تكلمنا عنها في الحلقتين الماضيتين عندما صدرت هذه الفتوى صدرت معنونة باسم رابطة العلماء العراقيين في الخارج وهذه الرابطة أنشأت لها موقعا الكترونيا بدأت تنشر فيه الفتاوى والبيانات الصحفية وترد على الأسئلة التي كانت تصل إليها وتتابع الأحداث وتنشر المقالات المتعلقة بالموضوع فضلا عن أمور أخرى عديدة واستمر هذا الموقع عدة أشهر إلى أن حصل الاحتلال وعادة كما قلنا بعض هؤلاء إلى العراق فتوقف الموقع المهم أن هذه الرابطة أصدرت عدة فتاوى وآخر فتوى منها صدرت بعد الاحتلال وبعد تشكيل مجلس الحكم وكانت باسم الرابطة على موقعها وأيضا نشرت في وسائل إعلام أخرى باسم كاتبها وهو الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله كان الناشطون في هذه الرابطة هم كما ذكرت الشيخ عارف الضالي رحمه الله والشيخ عمد حسن الطه فضلا عن بعض تلاميذهم وأذكر هنا من هؤلاء التلاميذ اللي كانوا نشطين معهم الدكتور محمد عياش الكوبيسي والدكتور عبد الحميد العاني والشيخ عامر العقادي وكان يدير الموقع الألكتروني وينزل المواد العلمية المهندس محمود التكريتي الذي كان مقيما في وقتها في الإمارات والآن هو يبدو مهاجر في بلد آخر قامت هذه الرابطة بالتواصل مع علماء الأمة ومع أبناء العراق من خلال هذه البيانات وأيضا أرسلت لنا هذه الفتاة والبيانات وقمنا في وقتها باستنساخ أعداد كبيرة جدا منها وتم توزيعها في كثير من المساجد في مدن العراق وأذكر أنا أن وزعناها أيضا حتى في الجامعة في ذلك الوقت من خلال كلية العلوم الإسلامية فتمهدت الأجواء والتقت الأفكار أن علماء العراق في الخارج ينددون بالغزو والاحتلال ويدعون إلى الوقوف أمامه والتصدي له بغض النظر عن الموقف من السلطة في ذلك الوقت إذن القضية ليست قضية سلطة وإنما قضية بلد هؤلاء العلماء أغلبهم بعد ذلك عندما شكلت هيئة علماء المسلمين في العراق انضموا إلى الهيئة فأصبحت الهيئة امتدادا لرابطة العلماء العراقين في الخارج وليست امتدادا لأينية أو فكرة كان هذا الحزب أو تلك القوة أن تقوم بها بعد الاحتلال فهذا ملخص للرابطة وهناك إن شاء الله قريبا سيصدر كتاب يوثق لهذه الرابطة بتفاصيلها وجميع وثائقها بعون الله تعالى نعم أيضا لازمنا في مناقشة بعض الشبهات أو التشويش على الهيئة ومواقفها وقد تحدثنا عن قسم من هذه الشبهات في الجزء الثاني في الجزء الثاني من هذه الأمسية هناك شبهة دائمة الإثارة ويبدو أنها لصيقة أو هناك محاولة لإصاقها وترسيخها في العقل الجمعي عند العراقيين وهو ما يشاع عن فتوى صدرت بعد الغزو الأمريكي عام 2003 للعراق عن أن هيئة علماء المسلمين دعت أو أفتت بحرمة الانتماء أو الالتحاق بقوات الجيش والشرطة ثم الهيئة لاحقا على الرغم من كل التأكيدات في لقاءات إعلامية لأعضاء الهيئة في ربما حتى بيانات نفت صدور مثل هذه الفتوى لكن هناك إصرار على أن هذه الفتوى موجودة وتثار بين الحين والآخر وربما أيضا تحمل الهيئة جزء من المشهد خاصة السني بسبب هذه الفتوى وغيرها طبعا هل هذه الفتوى فعلا كانت موجودة؟ لماذا الحرص على إثارتها في كل بمناسبة وغير مناسبة؟ هذه سمعناها كثيرا وترددت كثيرا وما زالت إلى الآن ولا يحملون من يطلق هذه الشاعة أو هذه الفرية لا يحمل الهيئة جزءا مما حصل له للسنة بل يحمل الهيئة كامل المسؤولية أنا هنا فقط أتساءل هذه الفتوى المفروض عمرها الآن 15 عاما إلى الآن لم يأتي أحد بدليل أو بنص حتى لو كان قريبا من الفتوى وليس فتوى وطالما تحدثنا مع من يتحدث بهذا الموضوع قلنا لم أخرجوا لنا الفتوى بينوا لنا وإن كان هذا ليس أمرا مهما لأنه قد تصدر جهات كثيرة فتاوى ولا يلتزم بها لأسباب معينة طيب الهيئة أصدرت فتاوى بحرمة التعامل مع قوات الاحتلال بحرمة التجارة مع قوات الاحتلال بمقاطعة بضاع الاحتلالين الأمريكي والبريطاني أصدرت فتاوى فيما يتعلق بالاتفاقية الأمنية وبقانون النفط والغاز وما إلى ذلك لماذا لم يلتزم بها وتم الالتزام بهذه الفتوى على فرض وجودها فإذن هي محاولة سياسية لتبرير فشل ولإلقاء التهمة على كاهل هيئة علماء المسلمين وتبرير أي فشل سياسي متوقع وهذا ما حصل ولذلك تجد أن هذا الاتهام يتكرر بين مدة وأخرى أول من أطلق هذا الاتهام للأسف هما من كانوا في العملية السياسية في وقتها وتحديدا الحزب الإسلامي بينما هذه الفرية الآن تتكرر حتى من المستجدين والطارئين على العمل السياسي الذي كان بعضهم في ذلك الوقت قد لا يدرك لصغر سنه طبيعة ما جرى بعد الاحتلال المهم نحقق هذا الموضوع أقول بكل وضوح وبكل صراحة وقد قالها الأمين العام الراحل للهيئة الشيخ حارث الضاري وقالها أعضاء الهيئة جميعا الناطق الرسمي مسؤول القسم السياسي الناطق الإعلامي مسؤول الإعلام على مدى سنوات بل قيلت في مؤتمرات علمية عالمية وأذكر منها في عام 2006 ذكر أحد الأساتذة في مؤتمر الاتحاد العالمي وعلماء المسلمين في اسطنبول بأن هيئة علماء المسلمين حرمت الدخول للجيش والشرطة والعملية السياسية فانبرى له في وقت الشيخ حارث الضاري وأمام كل علماء العالم الإسلامي الوجودين فقال أثبتوا لنا هذا ألم نجلس في اليوم الفلاني واتفقنا على كذا ألم نتفق معكم على كذا وكذا وسرد أمورا كثيرة فلم يستطيع إجابته ولم يستطيع أن يأتوا بدليل على أن هناك فتوى أقول الآن على الرغم من كل هذا ومن كل دفاعنا وكل كتاباتنا وعلى الرغم من الرسالة التي وجهت للقوى السياسية ومنها الرسالة المشهورة في عام 2006 للحزب الإسلامي لبيان واقعهم السياسي في وقتها ونصيحتهم أقول لم تصدر هيئة علماء المسلمين أي فتوى تتعلق بالعمل السياسي بحرمة العملية السياسية أو بحرمة الدخول في الجيش والشرطة وكل ما يقال عن ذلك هو محظف تراء وكذب أطلقها بعضهم وصدقها وصدقها الناس من ورائه بدون تحقيق ولا تمحيص ونؤكد دائما في الهيئة على أن المواقف السياسية وإن كنا نستطيع أن ندلل عليها شرعيا وأن نصدر عليها فتاة وقائمة على الأصول الشرعية ولكننا آثرنا العمل وفق مبدأ السياسة الشرعية والحديث عن المصالح والمفاسد لأن هذه لغة عامة يفهمها الجميع أعود إلى موضوع الفتوى لم تصدر هيئة علماء المسلمين أي فتوى بشأن الجيش والشرطة الموضوع كله يتعلق بمعلومة تاريخية مهمة أطلعكم عليها الآن دعم في منتصف عام 2005 في شهر نيسان أو في شهر مايس أيار طرح في ملجس شورى الهيئة من قبل بعض الأعضاء الذين لهم صلة بالحزب الإسلامي أو بالإخوان المسلمين طرحت فكرة أنه لا بد أن تدعو الهيئة للدخول إلى الجيش والشرطة حتى لا يهيمن على الجيش أو تهيمن على الجيش والشرطة أطراف أخرى وتبعد أهل السنة عن هذا الموضوع وقد يترتب على هذا مفاسد كبير على أمن البلد وأمن مواطني ونقش هذا كرأي في اجتماع لمجلس الشورى ويبدو أنه كان هناك اجتماع تحضيري للمجموعة التي طرحت هذا الرأي وتوافق في الآراء واتفاق على طرح هذا الموضوع وإسناده بقوة وظهر هذا من خلال النقاشات فحصل نقاش وتولى الرد وبيان الأمور الأمير العام الراح للشيخ حالث الضاري فضلا عن بعض أعضاء الأمانة العامة بعد النقاش المستفيد والطويل تراجع بعض الذين طرحوا هذه الفكرة بحسن نية وبسلامة طوية وقالوا الآن اقتنعنا بأن الأمر ليس فيه جدوى إصدار فتوى بالدخول وليس فتوى بعدم الدخول كان المبرر الرئيسي للرد على هؤلاء أو الفكرة الأساسية للرد على هؤلاء أن هذا الأمر مسكوت عنه وهذا الأمر جاري والدليل على ذلك أن هيئة علماء المسلمين طرحت حتى قبل هذا الاجتماع فكرة ثم تعززت في هذا الاجتماع كان الرأي يقول الآتي إذا طرحنا الآن أو دعونا الآن علنا بفتوى أو ببيان إلى الدخول في الجيش والشرطة سيفهم من هذا أن هذا استباق طائفي لحث أبنائنا على الدخول إلى الجيش والشرطة هذا الخطاب سيستدعي مرجعيات دينية أخرى في النجف وفي كربلا وفي أماكن أخرى أيضا لإصدار بيانات بيانات المرجعيات الدينية بحكم طبيعتها وطبيعة التركيبة الاجتماعية لمقلديها سيكون اتباعه أكبر وأكثر وحين ذلك ماذا سنعمل؟ سنعمل على إحداث مشكلة وفتنة وسنسيس الجيش الذي من المفروض أن يكون لكل العراقيين وليس لهذه الجهة أو تلك الجهة وسننبه آخرين على أمور لم يكونوا قد انتبهوا إليها هذه كانت فكرة فكرة الثانية أنه إذا كنا حريصين على توازن المؤسسة العسكرية فلدينا وسائل أخرى الإمام الخطيب ممكن يتحدث وهو على المنبر عن المؤسسة العسكرية ويحث الناس على الدخول فيها وبين الإيجابيات وبين السلبيات أمر آخر أنه كان هناك إقبال وإقدام من كثيرين من ضباط الجيش السابق على الدخول في الجيش الجديد وكانوا يسألون ويستفتون وقد جاء كثير منهم إلى الهيئة حتى قبل عودة بعض أعضاء الهيئة من الخارج يسألون عن هذا الموضوع وكان جواب الهيئة ما ترون فيه مصلحة ففعلوه من استطاع أو من يرى من نفسه أنه إذا دخل إلى هذا الجيش يستطيع أن يحمي نفسه يستطيع أن يؤدي واجبه الوطني بدون أن يؤثر على شيء دون أن يكون أداة بيد الاحتلال دون أن يكون أداة لقتل أبناء وطنه فليدخل لا مانع من ذلك بل بعضهم كانت تأتيهم الفتاوى بدخول فلان وعدم دخول فلان بناء على خلفية هذا الشخص وقدرته وعلى خلفية هذا الشخص وقدرته وجرت الأمور الطبيعية في هذا المجال ودخل كثير من أبناء السنة في مؤسسة الجيش والشرطة نقطة أخرى كنا نقول لهم وقلناها في هذا الاجتماع بأن هناك نوع من المحاصصة الطائفية والعرقية أشد قد يكون في المؤسسات العسكرية والأمنية من المحاصصة في العملية السياسية وأن هذه الأمور مرتبة من الاحتلال والدليل على ذلك هو حل الجيش العراقي وهناك معطيات ووقائع كثيرة منها أن ندوة عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت في نفسي الوقت الذي كنا نتحدث فيه في 2005 في مركز الخليج الدراسات عن مؤسسة الجيش في العراق بعد الاحتلال وأثبت جميع المشاركين بأن حل الجيش العراقي مقصود من أجل إعادة بناء جيش طائفي من الميليشيات والأحزاب الطائفي التي جاءت إلى العراق وهذا ما حصل الأحزاب الستة الأساسية التي شكلت مجلس الحكم شكلت منها نواة الجيش ما يسمى بالجيش العراقي الجديد الحشد اللي بعد ذلك انتقل عفوا الميليشيات اللي سميت بعد ذلك الدمج ثم تطور الأمر بعد ذلك ومن أبرز من كتب فيه هذا الدكتور خليل الحديثي رحمه الله كتب بحثا في هذا الموضوع والبحث مطبوع ومنتشر والدكتور خليل الحديثي هو من الإخوان المسلمين من الشخصيات القانونية المهمة وأستاذ في كلية العلوم السياسية وأستاذ قدير جدا وحضر مع الهيئة في مؤتمر الوفاق الأول في القاهرة كمستشار للهيئة بيّن رأيه في هذا الموضوع منذ وقت مبكر أصبحت حقيقة معلومة كل هذه الحجج يبدو أنها لم تعجب من طرح هذه الفكرة فلما يأس من استصدار قرار من الهيئة بهذه الطريقة ذهبوا بعد يومين وفوجئنا بهم على منبر أبي حنيفة يقف أحدهم ويعلن فتوى بضرورة الدخول في الجيش والشرطة وهو الشيخ أحمد عبد الغفور السام الرائي ثم صدر بيان وقع عليها تقريبا 63 شخصية منهم علماء ومنهم طلبة علم ومنهم أئمة وخطباء ومنهم مؤذنون في المساجد ومنهم أساتذة الجامعة لا علاقة لهم بالعلم الشرعي وإنما كان المطلوب هو حشد أصوات لتمرير هذه الفتوى لما؟ لأنه كان مطلوبا سياسيا وفق تعبيرات ذلك الوقت استحقاقات المرحلة مطلوب من القوة السياسية السنية الأساسية لداخلها في العملية السياسية أن تصدر فتوى تحقيقا لأهداف معينة ماذا كان مردود الفتوى؟ على المردود الآخر صدرت فتاوى مباشرة من المرجعيات وبيانات تؤكد على ضرورة الانخراط في الجيش والشرطة قطعا للطريق على آخرين لاحظ ما كنا نحسبه ونتوقعه حصل فحصل نوع من التجيش الطائفي الأمر الثاني أن بعض الصحف العربية كتبت في اليوم الثاني هيئة علماء المسلمين تغير رأيها وتدعو إلى دخول الجيش والشرطة حسبت هذه الفتوى علينا لما؟ لأن الشيخ أحمد عبد الغفور كان في وقتها عضو في الهيئة وقيلت من جامع أبي حنيفة أنه يصدر تصريح صحفي مقتضب جدا فقط ينفي صدور هذه الفتوى من الهيئة إبراء للذمة وحتى لا ينخدع الناس فصدرت فتوى بأن ما صدر في جامع أبي حنيفة هو ليس صادرا عن الهيئة وأن الهيئة ليس لديها موقف معلم في هذا الموضوع وأن بيانات الهيئة موقفة تؤخذ من أمينها العام ونائب أمينها العام والناطق الرسمي لها سبحان الله في اليوم الثاني في إحدى الصحف الخليجية قرأت مقال لأحد كتاب الأعمدة يقول يصحح لم تصدر هيئة علماء المسلمين فتوى بدخول الجيش والشرطة وما صدر هو رأيي لبعض العلماء والمشايخ في العراق هذه كل القصة التي جرت فيما يتعلق بالجيش والشرطة وهنا أقول في ذلك الوقت كانت هناك حركة لإدخال كثير من الضباط في الجيش والشرطة والمخابرات والأمن في الأجهزة العسكرية والأمنية وحدثت حركة كبيرة جدا في عهد الحكومة المؤقتة حكومة أياد علاوي في ذلك الوقت وتم إدخال أسماء كثيرة في الجيش وفي الشرطة تحديدا في عهد فلح النقيف في وقتها أين أصبح هؤلاء؟ بمجرد من انتهت حكومة أياد علاوي أقيل كل هؤلاء ومن تشبث وبقي بطريقة أو أخرى صفية وأبرز مثال على ذلك هو الفريق عامر الهاشمي أخل السيد طارق الهاشمي رغم أنه كانت السيد طارق الهاشمي في الحزب الإسلامي وفي العملية السياسية ويتعلق بأثره في موضوع الدستور كل هذا لم يشفع له في هذا الموضوع فقتل نائب رئيس الجمهورية بعد ذلك كل هذا لم يشفع له وقتل 24 ضابط من كبار الضباط بين قوسين من السنة في وزارة الدفاع اللي بقوا أقيلوا بقرار واحد بل أن وزارة الداخلية في ذلك الوقت قسمها الاحتلال على الأحزاب والميليشيات فأعطيت مثلا استخبارات الشرطة لحزب وعطيت الدائرة الإدارية لحزب وعطيت القوة الخاصة لحزب وعطيت الكذا لحزب وهكذا ولم يعطوا للشخصيات السنية أو المدعومة من قوة سنية وأحزاب سنية في ذلك الوقت إلا ما يتعلق ببعض تفاصيل الأمور الإدارية ما يتعلق بالآليات وما إلى ذلك ثم صدرت قائمة كبيرة جدا بمئات الأشخاص لإدخالهم في وزارة الداخلية واستبشر كثيرون هؤلاء ونشرت أسماء بعض هؤلاء في الصحف في وقتها ولكن أين المشكلة؟ أن القسم الإداري أو الدائرة الإدارية في ذلك الوقت كانت بيد عدنان الأسدي ولم يرتب أي شيء إداري أي صيغة إدارية لضم هؤلاء إلى ملاك وزارة الداخلية أسماءهم فقط كمعينين ولكن لم تجرى أي عملية إدارية أو صيغة لتوظيفهم توظيفا حقيقيا وتثبيتهم وأبرز ذلك هو أنه جعلهم على الملاك وشد الرواتب لهم كل هذا لم يحصل انتظارا لمرحلة تصفيتهم بمجرد انتهاء الحكومة المؤقتة وهذا ما حصل وهناك شواهد كثيرة جدا يعرفها كثير من ابناء الجيش والشرطة وعانوها بأنفسهم من ذلك أضرب بهذا مثل نهائي وأخير أنه مجموعة من شباب في إحدى المناطق وتحديدا في منطقتنا في أبغريب ذهبوا في ذلك الوقت بعد أن أعلن عن فتح التطول للجيش في مطار المثنة في ذلك الوقت وهذه عليها شهود كثيرون في المنطقة ذهبوا إلى هناك فوجدوا أن هناك قائمة أول ما دخلوا بأنه نسبة المقبولين واعذروني على هذه العبارة لكن هذا ما كان مكتوبا بالعربية والإنجليزية من قبل الأمريكان في وقتها أنه 90% شيعة وأكراد 10% سنة وطوائف أخرى وأديان أخرى وما إلى ذلك إذن هكذا كانت نسبة السنة 10% مع الأقليات وليس 20% بناء على استحقاقهم السياسي كما يقولون 19% و17% فعاد هؤلاء ولم يقبلوا في الجيش هذه حقائق وواقع لا يريد كثيرون أن يظهروها ونقطة مهمة جدا تتعلق بهذا الموضوع الذي منع كثيرين من الدخول في الجيش والشرطة هو أسلوب تنظيم القاعدة في ذلك الوقت في التعامل معهم فقد كان تنظيم القاعدة شديدا في هذا الموضوع واستهدف كثيرين ممن هموا أو دخلوا حتى وإن كانوا يفكرون أو عفوا لا يعطون موقف واضح وصريح من هذا الموضوع فكثيرون لم يدخلوا خوفا ولكن لا يستطيع الإنسان أن يقول لما أدخل خوفا من تنظيم القاعدة يقول لما أدخل بناء على فتوى هيئة والمسلم تكون أسهل وأسلس وأرتب ولا تقدح فيه هذه وقاع التاريخ وهذه حقائقه ولكن لماذا تعاد هذه كل مرة تعاد لأنه هناك أشكرك على هذا التوضيح وعلى الرغم من هذه الوقاعة التاريخية التي سردتها وهذه التي عمرك مستعس سنة الآن ثم تحرص على إثارة هذه القضية في كل مرة وخاصة إثارتها من قبل الأطراف السياسية السنية وخاصة الحزب الإسلامي لا تجد هذه القضية تثار إلا في الخطاب السياسي والإعلامي للحزب الإسلامي يعني لا يثار لا من قبل الحزاب الطائفية المحسوبة على إيران ولا من قبل السياسين العلمانيين إذا صح التوصيف فقط الحزب الإسلامي متمسك بها يثيرها في كل مرة يعني ما الغاية ما الهدف ما الثمر السياسية التي تتحقق لمن يثير هذه القضية للأسف هذه حقيقة أنه كثير من السياسيين من من سميتهم بالعلمانيين أو السياسيين الطائفيين من الأحزاب الطائفي التي جاءت مع الاحتلال فعلا لا يتحدثون عن هذا الموضوع إذا تحدثوا يتهمون الهيئة بالإرهاب لأنهم يعدون المقاومة في ذلك الوقت إرهاب وهذا شرف يعني الهيئة ولغير الهيئة ممن وقف مع المقاومة ودعم المقاومة وسند المقاومة هذا الحديث تجده في صفوف الحزب الإسلامي المقاومة الشرف شرف في الهيئة المقاومة نعم طبعا نعم ليس شيء آخر نعم بارك الله فيك ليس شيء طعم لكن لماذا تجد هذا الخطاف في صفوف هذا التيار السياسي فقط طبعا هو أول لتبرير فشل سياسي أولا وثانيا هناك للأسف أيضا سباق افتراضي على الساحة السنية التي لم تسابق أحدا ولم تطرح نفسها كواجهة سياسية وإن كانت تعمل بالسياسة بعد تقلي كثيرين من السياسة وهنا أود أن نعلق بأمرين الأمر الأول لماذا الطبيب يعمل في السياسة حلال المهندس يعمل في السياسة حلال الأستاذ الجامي يعمل في السياسة حلال خريج العلوم السياسي يعمل في الجامعة من بابي أولا التاجر يعمل في السياسة لا مانع الرادود يعمل في السياسة لا مانع أستاذ اللغة العربية يعمل في السياسة لا مانع أستاذ الأدب يعمل في السياسة لا مانع المهندس الزراعي يعمل في السياسة لا مانع مهندس الطبيب البيطري يعمل في السياسة لا مانع كل هذه الأصناف كل هذه الفئات المجتمعية تعمل الآن في الساحة السياسية في العراق وخارج العراق ولا ضيرة في ذلك إلا عندما يعمل عالم الدين في السياسة هذه نقطة نقطة أخرى هم الآن جميعا يتدثرون بطريقة أو بأخرى صرحوا أو لم يصرحوا بعباءة الولي الفقيه أو بأثناب الولي الفقيه في العراق وأغلب هؤلاء خريجوا مدارس وكليات دينية وشرعية بل ويلبسون العمامة لماذا العمامة الشيعية يتعامل معها سياسيا وينظر لإيران على أنها دولة تقودها مجموعة من علماء الدين من أصحاب الدهاء والفطنة والذكاء وترون مناوراتها الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية وماذا فعلت بالمنطقة بينما هذا الأمر مختلف عندنا في أوساط أهل السنة والجماعة لماذا العالم السني أو طالب العلم الشرعي السني عندما ينزع العمامة وعندما ينفصل عن محيطه الديني ويرتدي ثوبا آخر أقرب إلى ما يسمونه المدنية يرحب به ويحتضن ويمسح تاريخه في هذا المجال بل ويصدر في العملية السياسية إذن هناك مشكلة فكرية، مشكلة مبدئية، مشكلة التنافس السياسي، مشكلة خلل في البنية الفكرية النقطة الثانية، هذا الأمر له خلفية قبل الاحتلال من المعلوم أن هناك توافق سياسي بين عدد من الأحزاب قبل الاحتلال على رسم خارطة العراق بعد الاحتلال دكتور، إذا سمحت لي، دكتور، ممكن أن نؤجل الشرح أو التطرق الخلفية ما قبل الاحتلال لأننا مضطرين أن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم سنرجع ونجعلك تكمل براحتك حتى لا تشوه الفكرة إذن مشاهدين الكرام، نستأذن من فضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق ومنكم أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع فضيلته في الجزء الثالث من هذه الأمسية الرمضانية ابقوا معنا يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1-07-30 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1-23-80 أفقي أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في الجزء الثالث من الأمسية الرمضانية التي نستضيف فيها فضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأردنية عمان دكتور استكمالا لحديث جنابك قبل الفاصل تفضل نعم، كنا نقول بأن هناك توافقات سياسية قبل الاحتلال بينما يسمى بأحزاب المعارضة العراقية وحدثت اجتماعات مشهورة ومعروفة منها اجتماع فنق لبريستول في بيروت ومنها اجتماع مؤتمر لندن ومنها زيارات واللقاءات في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار ما يعرف بقانون تحرير العراق ومنها اللقاءات في بعض الدول الأوروبية الشرقية ثم خير المؤتمر صلاح الدين في العراق قبيل الغزو بمدة قصيرة هذه المؤتمرات وصلت إلى رؤية وهي التوافق بين هذه الأحزاب على صياغة نموذج جديد للعراق كما يقولون يقوم على أساس التوافق السياسي ويقوم أساسا على إقرار الفدرالية وهناك كتب عديدة ألفت عن هذا الموضوع وكيف استطاع أحمد الشلبي في وقتها أن يروج لموضوع الفدرالية مستغلا الخلاف الكردي الكردي في حينها فضلا عن ذلك كانت هناك توافقات غير معلنة أو أشبه بالعرف العام الذي سرى في أوساط هؤلاء بما أنه المعارضة البارزة في وقتها المدعومة من إيران المدعومة من بعض الدول العربية المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانية هي المعارضة الشيعية والمعارضة الكردية وكانت المعارضة السنية والمعارضة التركمانية أيضا في وضع أضعف لأسباب عديدة وكثيرة تعود إلى طبيعة النظام في العراق وطبيعة الصراع مع هذه الأحزاب وما إلى ذلك ومع ذلك كانت هذه القوى تتفق على أمور عامة وهناك قرارات قد لا توافق عليها بالضرورة الأطراف غير ذات الحظوة في المعارضة ولكن كانت تمرر وتسكت هذه القوى لضعفها وعدم قدرتها على ذلك من ذلك موضوع غزو العراق والترحيب به فللتاريخ ذكرت أنا في حلقة سابقة أن بعض القوى في المعارضة العراقية يعنت بيانات رفضها لغزو العراق واحتلاله وكانت تدعو إلى إسقاط النظام بطريقة أو أخرى ولكن بعد الاحتلال دخل الجميع في إطار ترتيبات الغزو ولم تشفع لهم هذه البيانات من هذه النقاط المتفق عليها هي أن هناك رسم لتعداد سكان العراق وقد صرحت الوثيقة المسربة عن المخابرات الأمريكية في وقتها والتي نشرتها بعض الصحف الأمريكية وصلت للعراق وفي وقتها استنسخنا منها آلاف النسخ وتم توزيعها في عديد المحافظات العراقية وخاصة الدراسة التي كتبها في وقتها كورد اسمان المؤرخ الأمريكي الذي أصبح فيما بعد مفتشا للجيش الأمريكي والتي تقول بأن نسبة السنة في العراقية 17% وأنهم أقلية يحكمون العراق ولا بد من تغيير هذه الأوضاع هذه الدراسة كبيرة في 300 صفحة واختصلت في 50 صفحة تقريبا المهم أن هذا الموضوع كان ساريا في أوساط المعارضة العراقية في وقتها وكان هناك شبه اتفاق وقبول للأسف من القوى السنية وتحديدا الحزب الإسلامي بالنسبة المعطات الدليل على ذلك وأنا أضرب هذا لأنه مهد للرؤية وطريقة التعامل مع العملية السياسية بعد الاحتلال لأن المجموعة التي جاءت أو استفادت من الاحتلال ودخلت في مجلس الحكومة ثم في العملية السياسية ومثلت ما يسمى بالعرب السنة في وقتها كانت مشبعة بهذه الأفكار من هذه الأفكار أن السنة في العراق أقلية وأن الأقلية ينبغي أن ترضى بأي شيء لا أن نسبة 20% هي وليدة الاحتلال وما بعد الاحتلال فالقصة قبل ذلك إذن هذه النقطة عامل مؤثر جدا في تفكير هؤلاء وتحركهم وأضرب مثل قبيل بعد الاحتلال بقليل استضافت قناة الجزيرة في وقتها في برنامج بلا حدود شخصية مهمة ومعروفة من الحزب الإسلامي وهذه الشخصية تحدثت بوضوح وصراحة وفيها نوع من الاستبشار بالمرحلة القادمة وأنه مرحلة زوال النظام وما إلى ذلك وكان إطار اللقاء إيجابياً مئة بالمئة أن مرحلة انتهت ومرحلة جديدة ستبدأ ومن أهم ملامح هذه المرحلة أن الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي سيعملون بدون ضغوط وبشكل مريح في العراق بعد أيام هذه الشخصية زارت دولة الإمارات العربية وعقد اللقاء ضم عدد من الأساتذة العراقيين العاملين هناك وكان منهم الوالد رحمه الله الشيخ حارث الضاري والشيخ الدكتور رحمة حسن الطه وآخرين في هذا اللقاء تم الحديث من هذه الشخصية بنفس اللهجة المستبشرة الفرحة وأيضاً الحديث عن قوات الاحتلال وتسمية بقوات التحالف وهذه إشارة مهمة ودالة والأمر الثالث أنه قال لبعضهم من من تسمى بأب فلانة وبفلان في الجلسة قال لا داعي لهذه الأسماء زال زمان الخوف والآن زمان حرية أو ما لذلك وعبارة قريبة من هذا والأمر الرابع والخطير أو الثالث الرابع والخطير عفوان هو الحديث عن الفيدرالية وأنه من المشاريع طرح الفيدرالية والأمر الخامس عبارة صريحة واضحة من هذه الشخصية قالت دعونا يا إخوة نعترف أنه نحن أقلية في العراق نحن 20% هذا كله قبل أن يحصل مجلس الحكوم وقبل أن تقوم عملية التوافق وتعلن النسب مما استدعى الشيخ حالث الضالي في وقتها للرد عليه ردا واضحا ومباشرا وقال له بالحرف إن كنتم مصرين على المضي في هذا الطريق فأريد منكم قضية واحدة موضوع الفيدرالية خط أحمر وانتهى اللقاء على هذا الأساس هذه العقلية وهذه الروحية هي التي تسربت مع أعضاء الحزب الإسلامي عندما جاءوا أو عادوا إلى العراق بعد الاحتلال فإذن هناك خلفية تقر بكل ما تم إقراره بعد الاحتلال فإذا جاءت جهة تنقض عليهم هذه الأمور للأسف تتهم هذه الجهة بهذه الاتهامات مع ملاحظة موضوع الدخول في الجيش والشرطة لم نسمع أن هناك بيانا رسميا من الحزب الإسلامي يدعو صراحة إلى الدخول في الجيش والشرطة طيب إذا كان الحزب الإسلامي لا يصدر هكذا بيان واضح وصريح لماذا تطالبون الهيئة بإصدارها كذا بيان ثم الأمر ما كان يستدعي بيانات كان هناك نشاط مجتمعي من ذلك أنه قامت في وقت جمعية اسمها جمعية الخير للضباط أو اسم قريب من هذا وكان مقرة في بغداد في منطقة البيجية تحديدا وهذه الجمعية قريبا من الحزب الإسلامي وكان هدف الرئيس لمن أسسها من الضباط هو دعم عودة الضباط إلى الجيش ورعاية حقوقهم وكانت لها صلة طيبة بهيئة علماء المسلمين وزارونا الاستماع لوجهة نظرنا وتم عرض وجهة نظر الهيئة في هذا الموضوع وتفهموا وجهة النظر تماما ولم نسمع هذه الفرية لم نسمع هذا الأمر إلا بعد موضوع المقاطعة ثم بعد موضوع الدستور وهذه المشكلة الأخرى فإذن كانت هناك تغطية لفشل سياسي تغطية لمشاكل ولذلك يحاولون أن يلبسون هذا الثوب ثوب اللوم المستمر وأنا أقول من يتفق قبل الاحتلال على هكذا أمور خطيرة هو يتحمل ما جارى بعد الاحتلال بقيت نقطة أخيرة الآن يلبس هذا اللبوس ويدعو هذه الدعوة ويشيع هذا غير الحزب الإسلامي للأسف من نابتة أسميهم بهذا الاسم من نابتة السياسيين الذين طرأوا على الساحة السياسية نتيجة التوافقات هنا وهناك ممن لا خبرة ولا علم لهم بالسياسة بل كانوا حتى بعيدين عن واقع الاحتلال العراق والعملية السياسية وجاءت بهم الصدفة كما يقولون أو المصالح السياسية أو لما رأوا أن العملية السياسية فيها مكاسب ومغانم شخصية بين يوم وآخر يظهر أحدهم في أحد البرامج في رمضان ويتحدث عن هيئة علماء المسلمين وأنها أخطأت وأنه كان ينبغي حضر الهيئة عن العمل السياسي وما إلى ذلك أنا أقول إذا كانت الهيئة غير مؤثرة وبهذا الحجم الصغير ومجموعة من علماء الدين أو الملالي الذين لا يفقوا هنا شيئا في الدين إذن لماذا هذا الاهتمام بها؟ لماذا هذا الحرص على تحميل كل المسؤولين؟ أنا سأسألك هذا السؤال لكن اسمح لي بعد هذا النفي القاطع والحاسم الواضح من أنه ليس هناك من فتوى لهيئة علماء المسلمين بقضية التحاق بالجيش والشرطة هل تتوقع أن هذا النفي سيؤخذ على محمل الجد واليقين وتترك هذه الاستوار المشروخة التي تعزف بمناسبة وبلا مناسبة ولن يسمع عنها في قادم الأيام هل يتوقع مثل هذا الأمر؟ أبدا وأقولها لك أبدا لأن الموضوع ليس موضوعا علميا يحل بنقاش أو نقص في المعلومات يمكن أن يجاب عنه بهذه الطريقة التي أجمنا عنها بل الموضوع السياسي ودخل كأحد أغراض القوى السياسية السنية وورق من أوراقها الرئيسة في صراحة السياسية وأضرب لك مثل آخر الكل يعلم من السياسيين السنة إلا المغرب فالأقول أغلبهم أنه لا صلة لهيئة علماء المسلمين بالإرهاب إلا إذا كانوا يقصدون بالإرهاب المقاومة وكما قلت جنابك الكريم هي شرف بل أن هذه المقاومة التي ينسبونها الإرهاب تسابقوا في عام 2004 أو 2005 إلى نسبتها إليهم واضطررنا في أحيان كثيرة إلى بيان أن هذا الأمر غير دقيق بل أن هذه المقاومة التي تتهم حتى أن أحدهم من الذين دخلوا العملية السياسية قال لم ندخل العملية السياسية إلا بعد أن أذنت لنا المقاومة بالدخول نعم قالوا هذا بل نشرت إحدى الصحف العربية وتحديدا جريدة السبيل الأردنية في وقتها مقابلة مع أحد السياسيين في وقتها وقال بأن الفصيل الفلاني وهو فصيل كبير جدا في ذلك الوقت هو من أبنائنا وإخواننا وقد احتج هذا الفصيل على الصحيفة في وقتها وما إلى ذلك بل أنه في مرحلة معينة بدأت بعض الجهات السياسية وتحديدا الحزب الإسلامي بالتواصل مع فصال المقاومة من أجل بلورة رأي معين لطرحه على الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة أحد المسؤولين السنة للولايات المتحدة الأمريكية وبعضهم كما قلت يقول لم ندخل العملية إلا بعد أن أذنت طيب هم دخلوا في مجلس الحكم في شهر سبعة دعم في النصف الأول من شهر تموز سبعة وكانت لهم صلات مع العملية السياسية قبل ذلك والمقاومة كما نعرف نشطت أو بدأت في بداية شهر خمسة ألفين وثلاثة أقدم التواريخ للمقاومة العراقية كفصائل أما كعمليات لا من ساعة الاحتلال ثم تبلور الفصائل في أسماء وآراء سياسية تم بعد سبعة وثمانية وتسعة من ألفين وثلاثة فمتى استأذنوا المقاومة؟ ومن هي المقاومة التي استأذنوها؟ أنا قريب من هذا الملف جدا وأعرف هذا الموضوع من وقت مبكر السياسيون الذين دخلوا في العملية السياسية لم يستشيروا المقاومة أبدا وإنما في الانتخابات الثانية في عام الفين وخمسة عندما دخلت جبهة التوافق في ذلك الوقت استمالت بعض الأطراف بعض الأشخاص ممن لهم صلة بالمقاومة للتحجج بأن المقاومة قد وافقت على دخولنا هذا متى؟ هذا في الفين وخمسة نعم نحن نتحدث عن الفين وثلاثة و الفين واربعة فإذا هذا الموضوع غير صحيح وغير دقيق أعود لي المثال الذي أردت وأن أذكره قبل قليل نعم أغلب السياسيين السنة يعلمون تماما أنه لا صلة بين الهيئة وما يسمى بالإرهاب نعم وأن صلة الهيئة مع المقاومة كانت أقولها بكل صراحة محسود الهيئة في ذلك الوقت من بعض الأطراف السياسية على مدى التفخمها ودفاعها عن المقاومة بل وعلى مدى استجابة كثير من فصائل المقاومة لمنشداتها ومطالباتها ومن أبرزها طبعا موضوع إطلاق صراح الرهائن الذي حققت فيه الهيئة إنجازا كبيرا بفضل من؟ بفضل ثقة فصائل المقاومة بالهيئة يعلمون كل هذا تماما ولكنهم في زياراتهم الخارجية لبعض البلدان العربية وغير العربية يعطون صورة غير هذا تماما بل أن بعض الدول العربية ثرت للرد عليهم بأن هذا الكلام غير دقيق وغير مقبول وغير مستعدين لسماعه من ذلك أن أحد الشخصيات الذي تكلمنا عنه في الحلقتين الأولى والثانية ذهب مع وفد المملكة العربية السعودية وجرى حديث عن الهيئة فكان لسان الوفد أو الصورة التي وصلت عن الوفد قالها فلان أو فلان أو فلان الوفد لا يهمني لأن هذه الأمور كانت تصلنا مباشرة الأطراف العربية كانت تطلع الجهات الأخرى على بعض الانطباعات عن زيارات الوفود العراقية الأخرى هذا الأمر كان معروف إذا كانوا سياسيين وأهل الخبرة المفروض كانوا على الأقل يتروه قليلا فيها المهم في زيارة المملكة العربية السعودية سئلوا عن الهيئة فقالوا الهيئة إحذروا منها القفاز الناعم لتنظيم القاعدة القفاز الناعم لتنظيم القاعدة والقاعدة في ذلك الوقت كانت تستهدف أعضاء الهيئة وغير أعضاء الهيئة فبالله عليك من يتحدث بهذه الطريقة هل يجدي معه حديث متلفز الآن معي نفي لهذه الفرية هذه الفرية كتبنا عنها وسودنا صفحات كثيرة ومراسلات خاصة ولقاءات تلفزيونية في عز الأزمة في 2004 وخمسة وستة وسبعة وما زالت تتكرر متى في المواسم السياسية في المواسم الانتخابية في مراحل الضعف الجديد الآن أن أطراف سياسية كما قلت تتبنى هذا الموضوع بدون حتى العودة إلى الوثائق في هذا الصدد وكنا في وقتها بابنا مفتوح للجميع كل سياسي يأتي بغض النظر على موقفنا منه وإذا دق الباب نفتح له الباب وزارنا سياسيون من مختلف الأطراف في مقرنا في أم القرى أو في مكاتبنا الخارجية وكلهم يعون تماما بل وفي أحاديثهم الخاصة يعرفون تماما أنه لا علاقة للهيئة لكثير من الموضوعات ومنها موضوع تحريم الدخول في الجيش والشهد نعم أثناء البحث للإعداد لهذا الجزء فيما يتعلق أيضا بشبهة أو اتهام الربط بين الهيئة وبين الإرهاب ورد في الميثاق الوطني العراقي الذي وقعته القوى الوطنية المناهضة للاحتلال ومنها هيئة علماء المسلمين بند يتعلق بقضية الإرهاب وتقول أن كل عمل عدوان يقول الميثاق كل عمل عدوان يستهدف حياة وممتلكات الأبرياء من جماعات أو أفراد ويثير لديها الرعب والخوف ويحط من مكانتها يعد إرهابا وهو مدان بكل صوره وأشكاله هل فعلا هذا موقف الهيئة من الإرهاب؟ نعم هذا موقف الهيئة قبل أن تكون هيئة نعم هذا موقف أعضاء الهيئة كعلماء وطلبة علم شرعي قبل أن يكونوا حتى قبل الاحتلال وحتى قبل الهيئة ومنهم من كتب في هذه الموضوعات حتى قبل الاحتلال في رسائلهم وبحوثهم العلمية بعد الاحتلال تبلور هذا الموقف وكنا نعبر عنه بصورة واضحة وصريحة ولقاءات بالعشرات على القنوات الفضائية للأمين العام الراحل الدكتور حارث الضاري وللناتق الرسمي الذي هي الدكتور رحمد بشار الفيضي وحتى للناتق باسم الهيئة في الخارج الدكتور رحمد عاشر كويسي في وقتها وأنا وأخرين من أعضاء الهيئة كنا نفرق في زمن المقاومة نقول كل عمل يستهدف الاحتلال هو مقاومة وكل عمل لا يستهدف الاحتلال هو إرهاب كنا صريحين وواضحين في هذا الموضوع إلى هذه الدرجة أما هذه العبارة أو هذه الصياغة النهائية التي توصلنا إليها في الميثاق الوطني مع عددنا الإخوة الوطنية فهي حصيلة تجارب وبيانات ومواثيق عديدة أصدرتها لوحدها أو بالتعاون مع قوة أخرى ومن أبرزها ميثاق التفاهم والعمل الوطني للمؤتمر التأسيسي العراقي الوطني الصادر في عام 2005 ومنها ميثاق الشرف الوطني الهيئة الصادر أيضا في عام 2005 ثم كل المؤتمرات والتجمعات واللقاءات والتحالفات والجبهات التي عقدتها القوى السياسية أو فصال المقاومة كانت تركز على هذه النقطة وبهذا التعريف هذا التعريف الأخير أقول يعبر عن فحوة ما تؤمن به الهيئة وصيغة صياغة دقيقة عكف عليه عدد من علماء الشريعة وغير علماء الشريعة ممثلين للقوى السياسية وتمخضنا عن هذه العبارة في عام 2017 لما صغنا الميثاق الوطني وأعلناها قبل أشهر في إسطنبول من خلال إعلام الميثاق الوطني فهذا ما نؤمن به ولا نحيد عليه وأكبر أقولها بعبارة بتعبيرنا أيضا العراقي أكبر راسي خالف هذه نقول له هذا مصحيح وقلناها صراحة ووجهنا رسائل لجهات ولفصائل وهي عاملة وناشطة في الساحة ولم نخف من هذا الموضوع فالأمر واضح بالنسبة لنا وواضح لكل القوى الوطنية التفرق بين المقاومة والإرهاب واضحة وصريحة لنا والإرهاب مرفوض ولكن أتحدى القوى السياسية العملية السياسية أن تأتي بتعريف دقيق للإرهاب لأنها لا تريده فكل من ترضى عنه ترفع عنه صفة الإرهاب وكل من تريده أفوال لا تريده تصفه بالإرهاب والتعبير الجاري بينهم الآن أنه فلان كان إرهابي وأصبح الآن من جماعتنا فبالله عليه كيف يعقل أن يكون إرهابيا ثم يصبح من جماعتهم دكتور تبقى لنا أربع دقائق من الجزء الثالث من هذه الأمسية نختم أيضا فيما يتعلق بالهيئة يقع خصوم الهيئة وخاصة السياسيين السنة يعني الحزب الإسلامي في تناقض تارة يقولون أن الهيئة خربت العملية السياسية جرت علينا كل هذه الويلات مواقفها المتعنتة أو العناد السياسي والمتصلبة هو الذي جر علينا كل هذه الكوارث وتارة أخرى يقولون أن هذه الهيئة لا وزن لها لا تأثير لها عبارة عن أفراد معدودين يغردون خارج السرب لا أحد يسمعهم هذا التناقض كيف يمكن أن يسوق للرأي العام يقبله الرأي العام مهم هو تناقض حقيقة فكري وتناقض سلوكي كانوا يقولون الهيئة أربعة أو خمسة وللأسف هذا الكتاب أو هذا الكلام موجود في كتيب وزي على الحزب الإسلامي بهذه العبارة كيف يمكن لحركة دعوية عمر أكثر من سبعين سنة أن يختطفها أربعة أو خمسة من هوات المايكروفونات يقصدون الناطقين الرسميين باسم الهيئة في وقت المهم هذا التناقض موجود ومعنا لا يتحدثون به وإنما من وراء ظهرنا وأضرب مثاليا فقط سريعيا لهذا الموضوع إذا كانت الهيئة غير مؤثرة وإذا كانت الهيئة أربعة أو خمسة وإذا كانت الهيئة الأب والابن وروح القدس كما كانوا يقولون في مرحلة من المراحل فلماذا إذن في انتخابات الثانية في عام 2005 يستخدمون صورة للقاء بين الوالد رحمه الله والدكتور محسن عبد الحميد في إطار لقاء بين الحزب الإسلامي والهيئة للمناصحة في ذلك الوقت استخدمت كدعاية انتخابية في حملة جفة التوافق وصورة صور كبيرة منها وملصقات وعلقت في شوارع بعض المدن وتحديدا مدن المنطقة الغربية وفي وقتها أنا كنت في القاهرة اتصلت بأحدهم وقلت له هذا لا يجوز وهذا تدليس وهذا غير صحيح ونحن ضد العملية السياسية وأنتم تتهموننا بالمقاطعة وإذا بكم تستخدمون اسمنا بالعملية السياسية فترفعون اللافتات لو نطلع بيان إذا طلع بيان راح يضركم ضرر سياسي كبير جدا فلاحظ يريد يستفيد من اسمنا لما هددنا بإصدار بيان رفع اللوحة لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن صدور أي بيان من الهيئة في ذلك الوقت سيكون مؤثرا وهذا يرد على تناقضهم الأمر الثاني مؤتمر القاهرة مؤتمر لفاق الوطن الأول في القاهرة في عام 2005 كانت كلمة الأمين العام الراح للشيخ حارث الضاري واضحة وصريحة جدا وعبرت عن مطالب كل العراقيين وما زلت أذكر إلى أن عندما نزل من المنصة جاءني أحد السياسيين ممن سميتهم بالعلمانيين وهو بعيد جدا عن الهيئة وماكو أي أواصل لقاءاته غيره قال كفانا الشيخ حارث الضاري ما أردنا أن نقول رغم الخلاف السياسي بأن اعترف الرجل بهذه الحقيقة بل أنه في ذلك المؤتمر كان هناك تنسيق عالي المستوى بين مختلف الأطراف الرافضة للعملية السياسية وبعض الأطراف السياسية التي رأت تعنت الأطراف الطائفية والعنصرية الأخرى بل أن أحدهم اعترف صراحة بأن أداء فلان من حزبنا غير مناسب وأن أداء فلان ما نستطيع أنه نسكته وأن هذا الحديث لا يعبر عن توجهنا وهذا الشخص الذي قال الكلام من الحزب الإسلامي هو شخصية كبيرة ومرموقة طيب إذا كان هذا الحديث الصريح معنا بهذا الوضوح والأريحية لماذا لا يتم الحديث بهذا في وسائل الإعلام لماذا لا يقوم من باب الأمان الشرعية من باب الأمان الأخلاقية من باب الصداقة والأخوة والعلاقة والعمل بتفعي هذه الشبهة عننا المفروض أصلا يقول هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح وجرى في مرحلة سياسية معينة لكن الواقع كما قلت ما زال هذا الأمر صالحا للاستخدام السياسي شكرا لفضيلة الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري الذي كان معنا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأردنية عمان في الجزء الثالث من هذه الأمسية الرمضانية والتي تطرق فيها إلى الجهود جهود العلماء العراقيين التي سبقت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وموقف هيئة علماء المسلمين من الانضمام أو الالتحاق الجيش والشرطة وموقف الهيئة من ما يسمى الإرهاب وموضوعات أخرى حتى نلتقي إن شاء الله في أمسيات رمضانية أخرى أشكر المشاهدين الكرام وفي أمان الله